اشتركوا في القناة بوترجيت خلينا نروح للتحليل على طول. هي مباراة سهلة تحكمية كابتن أسامة. يعني لا يوجد ضغوط على الحكم فيها. يعني الروح للعبين داخل ميدان الليعب. الأجهزة الفنية. كل هذه المباراة مريحة الحكم في إدارته لهذه المباراة. ولكن المفاجأة كابتن أيمان هي الحكم الدولي. محمد دهجي حكم دولي. خلي بالك دي أول مباراة يديرها لناد الأهل. أول مباراة. آخر مباراة لعبها كانت في كاسر ربطة تقريباً 13-1-20-22. بصبت كده تبقى قاله فوق الخمس تشهر أول مباراة يديرها لناد الأهل عزيزي المباراة. خلي بالك لما بحكم دولي ويروح للأهل بعد خمس تشهر عرامة أنه عمل مباراة كويسة. ولكن هتحس برضك أنه هو مش في الفورمة قوي. ولكنه النهاردة أدى مباراة كويسة. عمل لعبك كويسة أول 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 أحمد بلقاتل. ناد الأهلي والوداد. لو تفتكر لما المساعد أشار على تسلل. وبعدين خبرة بيكتون كوميزا عمل إيه؟ خلي اللي هي بيستمر. والكرة جاءت هدف. لما رجعوا للفور. لقوا أنه ما كانش فيه تسلل واحتسب بالهدف. وهذه حاجة جميلة جداً جداً. مساعد رفع. وهو فكر. يعني هو كان هيسفر وانفكر شوية. قال لأ انفراد. فقال لك لو أنا سفرت. يبقى تالت اللعبة. لو جات منها هدف. يبقى أنا حرام طبعاً. وكان ليه رؤية كويسة جداً. وفعلاً حصل منها هدف. ولكن لما رجعوا للفور. طبعاً أكد كلام الحكم المساعد. هنشوف من خلال الحالات. بعض الحالات فيه حاجات إيجابية. وبعض الحالات ما يجب تطويره في أداء الحكم. ونحن هنا من خلال قناة الأهلي بنجيب الحاجات اللي هي الإيجابية. وما يتم تطويره لأداء الحكم. يعني مش بنانقود الحكم عشان هو وعش. ولكن احنا بنقول له. إزاي تطور من أدائك في هذه الحالات. هنا نحن نجيب الحكم الدولي موجود. ومعاه هانيع فتح حكم دولة أيضاً. سعد رقم واحد. أحمد سيد تلاوي. الحكم سعد رقم اثنين. وعطف حسين. الحكم الرابع. كان على تقنية الفار. كان موجود طارق مجدي وشريف عبدالله. نروح للحالة الأولى. سريعاً كده. ونشوف. هو هنا. الحكم قريب جداً جداً. وبيشور بقديه. مفيش مخالفة. نشوف. هل في مخالفة. ولا مفيش. حسننا نحن نضرب. هنا مسك وهنا مسك. يعني الاتنين مسكين. مفيش حد صراع على الكرة. مفيش مخالفة. وبالتالي هنا حتى في آخر خالص لعب البوترجيت هو اللي شد وخد اللعب نادل أهلي. هنا الحكم خل اللعب تواصل. وقرار طبعاً قرار صحيح لا توجد هنا أي مخالفة في هذه الحالة. الحالة الثانية. وهنا اللعب درجيت بيحاول يدخل. وبعدين بيبحث عن حاجة يعملها. وهي السكوت. يعني يخلي الحكم. ممكن الحكم. ممكن هنا يحسب ركل جزاء. ولكن هنا شايفين هنا السكوت. هنا سكوت مصطنع. لا توجد مخالفة ولا أي احتكاك من لاعب نادل أهلي. نرجع تاني ونشوف أن اللاعب هو هو اللي دخل بين اللاعبين. ثم سقط بدون أي داعي. وهنا كان محمود ناجي قريب أيضاً وأشار باستمرار اللاعب. والفورد تقريباً أكد على القرار. وهنا لا توجد مخالفة داخل صندوق النادي الأهلي. الحالة الثالثة. أيضاً محمود ناجي قريب. وبيبحثوا بيشوف. ثم أطلق الصفيرة باحتساب راكلة جزاء. نشوف الزاوية الأولى هنا. مش موضحة حاجة خالص. نشوف الزاوية الثانية أيضاً هنا. هنلاقي هنا اللي مش موضحة. هل في مخالفة ولا لا. الزاوية الأخرانية. هنشوفها هنا ونشوف هنا محمد هاني بيحاول للعب كابتن بلال. وينجح في لعب الكرة. وبالتالي هنا في راكل وراكلة جزاء صحيحة لنادي بوترجيت. طبعاً هنا محمود ناجي. أنا مشيت بين الحكم. بيحاول يستكشف الخطأ وتفاصيله. وبالتالي هنا كان قراره كان قرار صحيح في هذه الحالة. وأنا طبعاً بحيي على هذه الحالة اللي هو أدار فيها المباراة. وصفر بدون تردد في راكلة جزاء. حالة بعد كده. هنا كابتن شتيف عبد من أمكان بيتكلمنا على حالة مهمة جداً جداً. ستوب. ستوب. كابتن شتيف احنا بنتكلم هنا. هذا اللعب يعني بيعطر. صحيح. ومن عد هنا كم لعب من هنا. أدي واحد. اثنين. تلاتة. أربعة. خمسة. ستة. من نادي بترجد. شنو هنا لعب. ولعب للعب نادي الأهلي. اللي هو كان في نص ملعب جبلال. عنده إمكانية أنه هو يعمل فرصة هجوم واعد. وبالتالي هنا. أولاً. بقول لي محمود ناجي. أنت محمود. أولاً. صفرت. كان يجب. لما صفرت تدي بطاقة صفرة. نتيجة أن هنا عطى اللعب. ولكن أنت صفرت. وقتلت الهجمة اللي هي كانت رايحة نادي الأهلي. وبالتالي لم تشهر بطاقة الصفرة المستحقة للاعب بترجد في هذه الحالة. لأن هنا تعطيل. مش تعطيل كده. لا تعطيل. وممكن كان يبقى فيه إصابة ليش. ناو في هذه الحالة. يلا. شوف هنا تاني هو. والشد وموجود والجذب. لازم أن هنا نبقى فيه إنزارة محمود. ما ينفعش. المباراة سهلة أولا. لكن هنا شخصية الحكم. لابد أن هي تكون موجودة في هذه الحالة. حالة بعد كده. طب. هنا بقى اللي احنا بنتكلم عليه كابتن هنا. مساعد أحمد التلاو. هو هنا أحمد أسار بتسالر. ننجح تاني بس لحظة اللمس. ونشوف. طب. خلينا نمشي اللعب الأول. ونشوف اللعبة هتروح إزاي. محمود ناجي هنا وقف سنة وبعدين لقى انفراد. هنا صفرة ما تلعيدش خلي بالك لحد الوقتي. وجون. زي ما قلت هنا هنا هو بيكرر حالة فيكتور جوبز. أنا بحيي محمود ناجي في الحالة طبعا. وبحيي المساعدة أن هو رفع فيه تسالر. ولكن ماذا لو اللعب نادل أهلي مش تسالر. يعني لو كان الحكم صفر. طبعا عادل. خلاص اللعبة انتهت. ولكن كل إنه هو يخلي اللعبة تواصل هنا. ما فيش مشكلة ما فيه فور موجود. هرجع للفور وهحسب الحالة. حصلت فيه موضش الأهلي والوداد. والأهلي فسرتها سفر بهدف كان تقريبا مرون محسن في هذه الحالة بلال. مرون محسن. الهدف اللي جاء مرون محسن فيه الوداد. كان نفس الحالة ديت فيها. طبعا ما شيت بالحكم. ما شيت بالحكم. ما شيت بالحكم. ما ساعد في هذه الحالة اللي هم قدوا فيها بشكل جيد. الحالة بعد كده منشوف. مرون محسن فيها بطاقة صفرة. هنشوف هنا. برافا كابتن. نشد. يعني عايز قولي. الشد ده شد واضح. وهنا منع اللعب إنه هو يروح يعمل بلاي فرصة. أو بهجوم واعد. نرجع تاني ونشوف. نرجع ونشوف تاني من اللايف. نشوف هنا هل اللعب ده عنده إمكانية إنه هو يعدي. شوف هو هنا لولا المسكة ديت كان راح. وكان عنده فرصة إنه هو يعمل بالعرض أو يعمل دريبل ويعدي. وهكذا. فده إنذار يعني صحيح. كان يابد إنه هو محمود يشهره. ولكن للأسف هو خلى اللعبة تواصل. وحكم صفر على المخالفة فقط. حالة اللي جاية ونشوفها. هنا تسلل ونشوف هاني عفتاح حالة قرار سليم ولا لأ. ونشوف لحظة التمرير. وهنا نشوف فعلا التمركز وحالة دقيقة جدا جدا. وده الحالة الأخيرة باشيت بها بهاني عفتاح. كان قراره كان قرار صحيح. دي كانت آخر حاجة كابتن أيمن. نقولنا مباراة سهلة. نتمنى في المباراة الصعبة. نشوف تحكيم جيد. ترجمة نانسي قنقر